مقلس دارة النهدي الاهلي حريص كل الحرص على التواصل مع مشاهدي القناة وجماهير النادي في كل مكان داخل وخارج مصر والإجابة عن استفسارات مشاهدينا في كل مكان عن كل ما يتم العمل على تحقيقه داخل النادي سواء على مستوى القطاع الرياضي وكرة القدم على وجه التحديد أو على مستوى قطاع الانشآت أو المستوى الخاص بالخدمات اللي بتقدم داخل النادي للأعضاء وكل ما يتعلق بتطوير المنظومة المتعلقة بهذا الكيان الكبير النادي الاهلي المصري للحديث في هذه الاتجاهات وما تم تحقيقه في الفترة اللي فاتت والشغل الشاغل أو أولويات عمل مجلس إدارة نادي الأهلي في الفترة القادمة على المستوى الرياضي والإنشاء والخدمي معنا ومع حضراتكم النهاردة في الأهلي ليلى الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضوية مساء الخير يا أستاذ إبراهيم أهلا بك سعداء جدا أهلا بك أستاذ محمد أهلا بحضرتك وبكل جماهير النادي الأهلي المحترمة بشرف أن أنا أكون ضيف على حضرتك ويا رب أكون ضيف دم خفيف عليهم ويعني يبقى المعلومات إن شاء الله في حدود اللي هم طلبين وما نباش دمنا تقيل عليهم إن شاء الله إذن الله نسعد بيقول حضرتك معنا ويكون اللقاء موفق ويجيب عن كل اللي بيدور في أدهان المشاهدة إن شاء الله أستاذ إبراهيم هنبدأ بكرة القدم من حيث انتهينا في فقرة الأخبار جريد تقول الناس بعض العنوين الرئيسية على اللي ضار في الكواليس الفترة اللي فاتت التركيز على الملف ده تأكيد الكابتل الخطيبة على فكرة إعادة الهيكلة أو إعادة بناء القطاع والفريق وكل ما تحقق من نجاحات بالورقة والألم يعني بتتحدث عنها الصفقات الأخيرة والله بص حضرتك يعني بتبدأ معي من الحتة أنا ما بحبش دايما أتكلم فيها كتير وهي كرة القدم أحب أهتم بيها جداً ومساند ليها لأن احنا جوة مجلس الإدارة زي ما حضرتك عارف بنتكلم وبنتناقش وفيه أمور بتاخد أوقات كتيرة من المناقشة لكن خلينا في كرة القدم بالذات نتكلم ونحط النقط فوق الحروف ونقول إن ده طبيعي إن فيه حاجة اسمها الدورة دورة الحياة أو دورة لكل فرقة وكل جيل بيطلع بيعمل إنجازاته شفنا في جيل السبعينات شفنا في جيل التمانينات في التسعينات الألفنات اللي هم عملوا جزء كبير من تاريخ مصر الجيل اللي تبنى بعد هزة كبيرة في الفترة من 2000 ل2004 اللي ما خدناش فيها بطولة الدوري عملنا جيل والنادي الأهلي أسس لجيل عمل أكبر إنجازات ونقلك نقلة كبيرة جدا سواء على مستوى بطولة أفريقيا احتكر البطولات لدرجة إنه هو رسخ عند جمهور الأهلي فكرة عدم الهزيمة أو عدم التعادل وده شيء كويس يشكروا عليه حصل إن الدورة بتنتهب نبني جيل تاني أسرع وأكبر لكن خلينا نتفق إن أنت النهاردة فيه مسؤول عن الملف ده داخل مجلس الإدارة ومكلف من مجلس الإدارة زيه زي ما بقيت أعضاء مجلس الإدارة بيكلفه بملفات وهو الكابت المحمود الخطيب وجرى العرف عادة إن ملف فكرة القدم بيكلف به رئيس مجلس الإدارة بينسقه على الشكل اللي هو بيحبه أو الشكل اللي شايفه مناسب لإدارة الملف خاصة أنه هو الأكثر خبرة أنا ده اللي أنا عايز أقوله أنا النهاردة كابتن محمود الخطيب هتكلم بقى هنا مش كعوض مجلس إدارة لا هتكلم كواحد من الجمهور الأهلاوي خالص أنا شفت وعايشت كابتن محمود وهو نادي الأهلي كعوض عادي في التسعينات وشفته هو بيساهم في بناء فرقة بعد أزمة كاس علم 90 واحتراف كابتن هاني رمزي وكابتن حسام إبراهيم حسن وحصل نفس الدروب ده وبعدين الفرقة تبانت وحصل أن الفرقة بقت قوية جدا وعملت إنجازات نفس القصة 2004 شفنا جي بعده وجينا شفنا أبتريكا وبركات يعني وكابتن من وقى الجمعة كل الكباتن العظام وكل الناس دي بس يا ريت عشان بس الواحد ما ينساش اسم من الأسماء وشفنا إنجازاتهم الرجل ده ساهم في المرتين دول ودي المرة التالتة اللي بيبنيه معنى ده إيه إنه عنده خبرات مترقمة في إعادة بناء فرقة كرة القدم داخل النادي الأهلي أنا كأهلاوي بسق في الرجل ده وعندي ثقة كاملة إنه قادر على إدارة الملف ده وعلى النجاح والوصول ببر الأمان بملف كرة القدم اتحملنا أو اتحمل هو شخصيا كابتن محمود الخطيب ومعه مجلس الإدارة كثير من الانتقادات كثير من الهجوم هجوم على الهجوم النوع من سواء كان الهجوم الحميد الانتقاد الحميد أو اللي هو بيبقى ليه غرض معين استحملنا الكلام ده والراجل اللي اشتغل من منتهى الهدوء وشفنا ملف وراء ملف ملف المدرب يمكن حصل عدم توفيق لكارتيرون رغم أنه ليه كامل الشكر احنا وصلين فينا الأفريقيا معاه كامل الشكر عن فترة اللي قضاها ملف مدرب الأجنبي ويمكن خاب ظن كل الناس اللي رهنت على أسامي واللي حاولت تعمل سابق وكلام ده كله وفي هدوء تام تم التعاقد مع لسارتي نفس القصة مع تعاقدات النادي الأهلي واحتياجات النادي الأهلي اللي بيدرها اللجنة الفنية أو الإدارة الفنية مع كابتن محمود الخطيب في منتهى الهدوء ومنتهى اللي اعتياد على الأمر الطبيعي في النادي الأهلي اللي هو أنت تعملش بروبانجان ده ما بتروحش تقعد تقول أنا حاعمل وحاعمل أنت بتتكلم بعد إنجاز الصفحة بعد الإنجاز تعلن عنها بس فعايزين نقول أنه إحنا ده الطبيعي أو ده اللي حصل قبل كده طيب هل إحنا بعيد كنادي أهلي أو هل برضو عايزين الجمهورنا يبقى واعي باللي بيحصل لأن أنت النهاردة الفرق ما بين 2018 2019 والمرتين اللي أنا اتكلمت عليهم قبل كده والسبعينات أيام جيل كابتن محمود الخطيب نفسه وكابتن حسن حمدي وكابتن مصطفى عبدو لما كانوا لعيبة مع هيدكوتي الفرق هو الميديا فرق إن أنا كان عندي زمان جرائد وعندي ميديا عادية خالص النهاردة بقت داخل في السوشال ميديا وبقت فيه ناس مندسة أو ناس كتير بتتكلم أنت مش عارف مين اللي بيتكلم ومين بيقول إيه وغرضه إيه ده بيصير حماس بعض الجمهور اللي بيزقيد أو اللي بيبقى نفسه يشوف النادي الأهلي بيكسب تاني ومش مستحمل لكن تعال نراجع بقى النتائج والظروف اللي النادي الأهلي كان فيها ونقول هل هي ظروف طبيعية وهل أي نادي تاني جوه مصر يقدر يستحمل ده ونقارن بالأهلي أو لو تعرض أي نادي تاني نفس الظروف دي وحجم الغيابات المؤثرة دي كان يقدر حدرتك لعب فينال أفريقيا بـ 11 لعيب يكادوا يكونوا أول مرة يلعبوا مع بعض عندك غيابات مؤثرة جدا عندك خط دفاعك كله غايب عندك خط الوسط غايب عندك خط الهجوم موقوف منه المهاجم الأساسي بتاعك يعني عندك حوالي 11-12 غياب مؤثرين مش يخلوك تخسر لا يخلو أي فرقة وشفناها فرقة محلية قبل كده طلعت رابع وخمس الدوري ساعات كانت بتنافس لكن طلعت رابع وخمس الدوري لما تأثرت بالغيابات دي نفس القصة شفناها مع فرقة تانية محلية طلعت من الأدوار التمهدية في بطولة الكونفيدرالية أو بطولة أفريقيا لأن عندها غيابات أو عندها أو الفرقة بتاعتها ما كانتش مكتكملة لكن أنت كنادي أهلي وصلت للفاينال أفريقيا كنادي أهلي حصل بعد ما بتوصل دايما عادة وده في علم الرياضة موجود في قميع الألعاب بعد ما بتوصل للبيك أو القمة بتاعتك في أي مباراة رياضية لازم بيحصل نوع من أنواع الدروب شوية فحصل بعد فاينال أفريقيا أننا لعبنا البطولة العربية البطولة العربية حصل عدم توفيق فيها وبرضو كان سوء حظ رغم وهبوط بالأداء بعد فاينال أفريقيا زي ما بقول لحضراتك فطلعنا من البطولة رغم أن أنت مثلا كرة اللي قبل ما تدخل فيك الجون كان ممكن كرة أزارو لو وفق فيها كنت زمنك معدي بعدها بقى حصل بقى نزلت بقى تاني خالص لماتش المقاولين وحصل وقفة وبعد كده حصل أن الفرقة لعبة كذا مباراة مع بعض بتدت الفرقة ترجع تاني واحدة 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 كسبنا أربع مباراة مع بعض بتدت ترجع وضع تضيعي فجينا برضو بكم إصابات يعني غير ملحو بتلاحق الفريق لحده بتلاحق الفريق وعندنا إصابات كتيرة والملف ده طب حسألك بصراحة أستاذ إبراهيم الإدارة والمسؤولين في النادي الحديث عن فكرة التشخيص أو الوصول للتشخيص السليم لماذا النادي الأهلي هو الأكثر عرضة لإصابات فريق الكرة بالشكل ده وهل في أسباب ممكن علاجها والعمل على تعديلها ولا الأمور تعلق فقط بأسباب طبية بحثة وعدم توفيق مصاحب للفريق لا خلينا برضو ما نبقاش يعني مجحفين للراجل طبيب الفريق لأن الإصابة دي قبل ما بتجيله ممكن أكون بتكلم مع طبيب الفريق على التأهيل على التشخيص على الكلام ده كله لكن الإصابة دي لها عوامل تانية لكن خلينا نقول أن الرياضة النهاردة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة أصبحت أكبر حاجة اقتصادية أو أكبر اقتصاد في العالم أكبر اقتصاد رسمي شارعي في العالم هو اقتصادية الرياضة من خلال التسويق وكرة القدم الـ NBA في أمريكا الهوكي في أمريكا وكندا يعني حاجات كثيرة بالضبط كده وأوروبا التنس ميزانيات ضخمة هي تجاهد تكون أكبر اقتصاد على مستوى العالم فالنهاردة لما نيجي نتكلم على حاجة زي كده في فريق بحجم النادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وتاريخه لازم نتكلم بطريقة علمية ونتكلم بطريقة محترمة ونشوف غيرنا اللي تعرض للظروف دي حصل له إيه وأعتقد أن برضو كابتن محمود من خلال مسك القصة دي وبتدى نشوف ظروف الملعب ظروف التأهيل ظروف الإصابات ظروف الإعداد البدني كل حاجة بتعمل ملف علمي متكامل عشان تتأكدوا إحنا ما بنخترعش خلينا نقول إن إحنا ما بنخترعش حاجة جديدة لكن بنشوف العلم قال إيه غيرنا بيشتغل بطريقة كذا أو ده مش عارف أصل فيه كذا أو طريق عيب عيب إن أنا كنادي أهلي أو مجلس قدارة نادي أهلي أو منظومة النادي الأهلي آخذ جمهوري عشان ألاقي مبرر ليا للخسارة في الحتة دي لا نادي الأهلي ده مختلف تماما أو إن أنا دور على شمع وعدك عليها أي إخفاء أنا عندي عندي عدم توفيق في الفترة اللي فاتت عندي سوء نتائج حواجهه وححله بالاسلوب العلمي وبالطريقة المحترمة اللي اعتاد عليها النادي الأهلي وعمري ما حتحك على جمهوري وعمري ما حطلع أقول أصلي فيه كذا أو ما فيش كذا لا هعمل ملف علمي حدرس كل نقطة فيه وفي الآخر حوصل للحلول دي وححلها بما ينعكس على إن شاء بعض ناقص من الحديث في النقطة دي هنا حضيك بتأكد ده خبر للمشاهدين حضيك بتقول النادي الأهلي قام بمراجعة كل اللوجستيكس والأمور الفنية والتجهيزية والعلاجية والطبية المصاحبة للفريق فتح الملف ده ورجع كل التفاصيل والملف ممتد لأن الملف ده ملف مستمر لأن ده كل سنة بيحصل فيه تطوير على مستوى العالم فإحنا بنشوف إيه اللي حاصل وده حيبتدي أثاره تظهر إن شاء الله خلال النص تاني إن ما كانش يعني يقوم بإذن اللي حيكون فيه شكل مختلف تماما خلال الموسمة القادمة طيب وهل على مستوى مجلس إدارة لما بتتحدثوا عن هذا الملف مع الكابتن الخطيب وهل قائم على هذا الملف والمشرف عليه مع اللجنة الفنية في النادي هل عندكم النهاردة حالة رضا بشكل مبدئي عن ما إنجزتوا من صفقات والتعاقدات اللي بنقول لنا صفقات سوبر بلغة كرة القدم وصفقات جماهيرية ونالت رضا الإعلام الرياضي في مصر هل إحنا على بداية طريق الصحيح أو انطلاق حقيقية لتعديل المصار ونتائج الفريق ومشواره الحمد لله يعني أعتقد إن الصفقات مرضية جدا صفقات قبل ما تبع صفقات جماهيرية وصفقات تردي الجمهور وتردي النقاط هي تردي الجهاز الفني وهو ده الأهم عندي وأنا ده الإسلوب اللي النادي الأهلي بيدار بيه طول عمره إيه احتياج الفريق إيه الصفقات اللي محتاجها وبعمل الصفقات دي طبعا بيفرق لما بتتعاقد مع نجم معا ما بتتعاقد مع يعني لعيب لعيب أقل نجومية مش عايزين نقول لكن نقول إيه تأمل إنه في المستقبل يبقى نجم إن شاء الله لأن طبعا كل لعيبة النادي الأهلي نجوم مميزين مؤهلين إنه هم يمثلوا منتخب مصر في أي وقت طبعا فأنا شايف الصفقات الحمد لله وفقنا فيها جدا كابت المحمود مع إدارة التعاقدات مع الجهاز الفني وفقه لحد كبير يبقى توفيق ربنا لأن طبعا أنت يعني النادي الأهلي كيان كبير واسم كبير وفانيلته تقيلة جدا ممكن يبقى لعيب مميز جدا في حتة تانية لدرجة أنه يلعب في أوروبا ويحترف خارجيا لكن ما يقدرش يستحمل الضغوط النفسية والعصبية ويمكن ده شفنا في التسعينات برضو كان فيه لعيبة احترفت في أوروبا ولما جات النادي الأهلي ما استحملتش لأن كان الكلام إن هي بتقول إحنا في أوروبا كنا بنكسب بنتعادل ممكن نخسر لكن النادي الأهلي الفرقة لما بنتعادل في ماتش حتى لو برى أرضنا وإحنا رجعين في الأوتوبيس أو في الطيارة الفرقة رجع زعلانة لكنها ما عملتش اللي عليها ده الفرق بين نادي الأهلي وبين أي نادي طيار لأنهم لما كانوا نادي من أندية الوسط في أوروبا ما كانش فيه ضغوط النفسية والعصبية بالزبط كمان في نقطة مهمة سيد ابراهيم إنكوا رضيتوا بلغة الأرقام ولغة التمويل والدعم المالي للصفقات والقطاع الكورة على كل ما نشكك في رغبة المجلس الفترة اللي فاتت في الإنفاق لما قالوا المجلس مش عايز يصرف المجلس مش عايز يمقولوا الصفقات أنت رضيتوا على ده بالورقة والألم دون تصريحات برضو نرجع وأنا بحكم أن أنا رجل شغلي في الماليات والقطاع البنوك وكده أحب دايما نتكلم بالورقة والألم ونشوف الكلام العقلاني لأن أنت عندك على فرقة لمجرد أنك عندك إمكانيات مالية من غير ما يكون عندك نفس الدخل والمرضود المالي أنت لازم بتقدم تقرير مالي في آخر الفترة عشان تثبت أن دخلك أكتر أو مساوي لمصرفاتك وإذا ما كانش الكلام ده شفنا في إيطاليا فرق بتنزل دوري الدرجة الرابعة لأنها ما أثبتتش إزاي هي أدارة الملف المالي لها فخريسة جرمان من الأمثلة عليه عقوبة وموقع عليه وحضاك هنا بتشير لملف من أهم من ملفات والتفاصيل في لوائح الاتحاد الدولي اللي هي في الفير بلاي الجزء الخاص بالإنفاق على كرة القدم والتمويل وأن النادي الأهلي بيرد على الجميع بأنه بيمول صفقاته بنفسه بالزبت إحنا النادي الأهلي ما عندهوش اللي خاف منه ومجلس إدارته ما عندهوش الليدارية إحنا عندنا ميزانية معلنة معتمدة بتراجع من الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة ومن الجهاز المركزي المحاسبات وبتعتمد يعني بعد اعتماد الجمعية العمومية طبعا اللي هي صاحبة الحق الأصيل في الإدارة الددي الأهلي بيراجع ملف المالي دونا عن أي ملف آخر من الجهاز المركزي المحاسبات لإبراء زمة المجلس فالنهار ده إحنا بنقول اللي عنده استفسار أو اللي عنده تشكك في أي رقم يجي ويراجع لكن أنت حضرك بتقول يا حضرك بدأت الحلقة خالص وبتقول ملف القرة ملف الخدمات وحضف لك عليه كمان ملف النشاط الرياضي التلت ملفات دول زي ما يكون عندك تلت أبناء بتصرف عليهم بيجي واحد منهم مثلا في سنوية عامة أو ظروف سنوية عامة بيبقى كل الناس مركزة للإنفاق أكتر النهاردة أنا الملف الأولى للرعاية داخل النادي الأهلي هو ملف قرة القدم لأنه ده الملف اللي بينعكس ماديا وبينعكس تسويقيا تسويقيا بينعكس كسمعة النادي الأهلي تاريخ النادي الأهلي مبني على نتائج فرقة قرة القدم يبقى النهاردة أنا بصرف على الملف ده الناس بتقول أن إحنا صرفنا وكنا يعني أو أن إحنا كنا بوخة لشوية ومش عايزين نصرف صرفنا والحمد لله ومش سفة صرفنا باللي يرجع لنا تقريبا السفقات زي ما الناس حسبتها في حدود مليون جنيدة رقم مبالغ فيه كبير جدا قد يكون الناس اللي بتقول الرقم ده عايشة في عشر سنين فاتوا آه كان رقم كبير قوي عشر سنين فاتوا لكن النهاردة لما أجي أحسبها النهاردة في 2018 2019 أنا خسرت قد إيه بخسارتي الفاينال أفريقيا وعدم وصولي الكاسر العالم خسرت قد إيه بعدم حصولي على البطولة العربية خسرت قد إيه تسويقيا كمان دي فلوس مباشرة وصرت قد إيه حلاء إن أنا خسرت المبلغ أكبر بكتير من المبلغ اللي أنا دعمت به يبقى أنا النهاردة ليه هدف رايح له أنا بصرف عشان المرضود يبقى أكبر بكتير إن شاء الله كلام مهم يا سيد رهيم وبيتفق تماما مع الأشار له في مدخلة سابقة مع قناة الأهلي ومعنا في الأهلي الليلة الكابتن العامري فاروق نائب رئيس مجلس الدارة لما قال كان لابد إن إحنا نعرف رأي العام إن كان في بعض التفاصيل المالية والإدارية التي لابد من ترتبها داخل البيت الأهلاوي عشان أبدأ أمول الصفقات كما ينبغي وده اللي تم قبل بداية التعب بالظبط كده أنا النهاردة عندي يعني أنا ما فيش ملاق يعني إحنا ما بنشتغلش داخل النادي الأهلي بالصدفة أو ما بشتغلش داخل النادي الأهلي بالرغبة في أن أنا فلان فلان بشكل هواية أو بشكل هواية لا عندنا ملفات بتتبني على بعضها أنا النهاردة عشان أوصل للرقم ده اشتغلنا من أول يوم على الموارد اشتغلنا على ملف التسويق إنت النهاردة لما يبقى حق التسويق بتاعك مع حق زائعة المباريات وصل لمليار جنيه هو مين اللي جاي بالمليار جنيه ده فرقة قرة القدم حنقول إنها تمانين أو تسعين في المية لها مرضودها عائد لقرة القدم يبقى من حقهم خلال الأربع سنين جاي يا سيدي أصرف عليهم المتين مليون جنيه دول من المبلغ ده وبعد كده الفرقة حتصرف على نفسها فالنهاردة احنا بنوصل للآخر بنقول إيه إن أنا دخلي اللي حصل خلال السنة الفاتت من ملف التسويق وعقد الرعاية وملف البس التلفزيوني مع الدخل المتوقع يسمح لي بالمصاريف دي أنا النهاردة بطالب بقى الناس اللي بتعيب على النادي الأهلي أو بتقول أو بتزايد على أي شيء أو بتزايد على النادي الأهلي أو بتقول ده مبالغ فيه تقول لنا هي مواردها إيه وهي صرفت إزاي على ملفها هي إزاي بتصرف أنا عندي بقولك ميزانيتي معلنة حضرك ميزانيتك معلنة حضرك عندك ميزانية حضرك عندك الجهاز المركزي المحاسبات معتمد لك أمورك هل مسوي أمورك ولا أنت عندك مشاكل لسه مخالفات مالية كل الكلام ده قبل ما تتكلم عن نادي الأهلي شوف أمورك تقول رسالة لكل من يشكك في أي أمر مالي في النادي الأهلي أحنا أوراقنا وتفاصيلنا معلنة ومعتمدة من الجهات المنوض بها اعتماد هذه الأرقام وأنه ميزانيتنا فيها معروضة بشفافية كاملة على الأجهزة المعنية فما فيش أي مبرر لأي نوع من التشكيك في الأمور المالية في النادي الأهلي وقد يكون التشكيك هو نوع من أنواع الصراعات عشان ده عرقلت الفريق يعني حاجات يعني حاجات صغيرة خدنا عليها طول عمرنا أنها ممكن تبقى متعمدة لكن في الآخر وصلنا لأن ده النادي الأهلي اللي واخد الدورة 40 مرة واللي واخد بطولة أفريقيا 9 مرات وكاس مصر 36 مرة وكاس السوبر يعني أنت وصلت بده النادي الأهلي لكن لو تفرقت بقى أن أنا كل كبيرة وصغيرة حرد عليها لأن في ناس من الجمهور طبعا بتبقى زعلانة جدا وحزينة على النادي الأهلي أو بتغير على النادي الأهلي جدا وعايزانا نرد على كل كبيرة وصغيرة لو وقفنا للكلام ده زي ما حركتوا بماشي بالعربية في طريق حد مثلا يزحمك أو يشتمك أو كده مش هتمشي مش هتبص على الحاجات دي وعلى الصغائر دي دي صغائر النادي الأهلي بيترفع عنها لكن برضو ما يمنعشي أن فيه وقت من الأوقات مجلس إدارة نادي الأهلي بيعنده القدرة على الوقوف واتخاذ المواقف واتخاذ الإجراءات اللي تحفظ هيبت وإزموا تاريخ النادي الأهلي بالقانون بالإجراءات القانونية مش بالدخول في أي نوع من المواطرات وعشان التركيز زي ما حدك قلت على أننا نشتغل وننجز مش نشتغل بمعارك جانبي حننتقل من ملف كرة القدم وان شاء الله المردود يظهر خلال الفترة الجاية شكرا